بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا بخير. الناس عايزة اسعار بوتجازات فريش بعد الزيادة الاخيرة بعد لما زادت تلاتة في المية. النهاردة ان شاء الله ههوريكم شكل البوتجاز عملي بالصورة. والمواصفات سريعا سريعا. والسهر بتاعه بعد الزيادة. تمام? بس يا ريت قبل ما نبتدي بس طلب يعني طلب شخصي. في الزرار تحت الفيديو مكتوبة للاشتراك. ده زرار مجنة مش هيكلفك اي حاجة. وفي الزرار جنبه مرسوم عليه علامة اللايك. برضو الزرار ده برضو مش هيكلفك اي حاجة. حاجات دي مجنينة بس عشان قناتها انت تكبر. الزرار اللي هو لايك زي كده. والزرار اللي اشتراك بالحتة دي من صباحك. بس اضغط لنا على اشتراك. ولايك للفيديو. بس شكرا عليك يا مش عايز حاجة منك. وسيب البيع علي. طيب. بنتجازات فريش الفعل عليه اللي هي امان كامل. نبدأ بيها الاول. عندي فيه فريش همر اسود وامر استلس. باب هيدروليك. ومنجير باب هيدروليك. وفريش همر جولد. وفريش مولينة ابو مروحتين. وهقول لكم برضو ابو مروحة واحدة اللي هو مش معروض سعر وكام. واربعة فريش بروفيشنال فيهم واحد. فريش بروفيشنال كنترول او فصل غاز. طيب نبتديها كامل لمين? للشمال. طيب. بصوا جماعة الصف ده كله بوداجازات فريش اشعال ذاتي وامان كامل. اشعال ذاتي وامان كامل. عشان هنخش للفئة التانية من بوتاجازات فريش. بيبقى فيها امان بس في الفرن. واشعال للشوالات اللي فوقه بس. تمام ركزوا معي. طيب اول بوتاجاز ده ده فريش بروفيشنال اسود ابو شاشة تاتش. ابو شاشة تاتش. تمام? ده الموديل بتاعه او الكود بتاعه زيرو تمانية مية وتلاتين. كل بوتاجاز من دول كود. ليو كود رقم في الشركة عشان تعرف الموديل بتاعك صح ولا? بتلاقيه برضو في الضمان. يعني بصوا لو فتحت البوتاجاز ده طلعت اشارة الضمان طبعا ضمان شركة للبوتاجازات بيكون ضمان اهو سبع سنين. سبع سنين. بصوا هتلاقي كده الموديل بتاع البوتاجاز اخر خمس اركام اللي نمعلم عليه بالانا بالجاف. زيرو تمانية مية وتلاتين البوتاجاز ده. طب اسمه في السوق الاسم التجار بتاعه بروفيشنال تاتش. تمام? حوام الحديث ظهر اشعال ذاتي امان كامل. آآ الفرن بتاعه قوي جدا. عندي فيه لمبة. فيه سيخ بيشتغب المطور. فيه مروحة توزيع مفوش مروحة تبريد. في مروحة توزيع مفوش مروحة تبريد. تمام? ده سيارة عامل كام يا جماعة النهاردة? ده سيارة عامل بعد الزيادة الاخيرة ستاشر الف سبعمية وتسعين. يعني ستاشر الف تمامية للعشر. ستاشر الف تمامية. طيب. على السريع بقى. طب نخش على اللي بعدين. ده بوتاجاز بروفيشنال كنترول. طب الكود بتاعه كام? الكود بتاعه من الشمال زيرو خمسة سبعة تسعة واحد. تاني زيرو خمسة سبعة تسعة واحد. حعمل حديد زهر اشعال ذاتي امان كامل كوش سباف. ازاز بتاع ازاز مرايا. كل الغطاء بتاع الازاز. ازاز مرايا شكله جميل جدا. ده فاصل الغاز ممكن يفصل اعمل تايمر لشغلة الفرن. او شغلة الشواية تفصل بعد الطايمر اللي انا زابته عليه. شرحته طبعا في فيديو تفصيله قبل كده على القناة. تمام? ده يا جماعة سيارة عامل كامل النهاردة عامل ستاشر الف تلتمية خمسة وخمسين ده. ستاشر الف تلتمية خمسة وخمسين. طيب. اللي اللي بعديه بقى. العادي اللي هو لا شاشة طاطش ولا فصل غاز. لا شاشة طاطش ولا فصل غاز. في مين الاسود ده? وفي الوش اللي هو الاسود. اهبص وش اسود. واللي جنبه استلس. الكنين واحد بالزبط يختلف اللون بس اختلف اللون بتاع وش. الكنين امان كامل واشعال ذاتي. حوامل حديد زهر. اه الازاز مرايا. اضاءة في الفرن. طايمر ديشتل. طايمر ديشتل بدينا صوت بس مش بيفص الغاز. مروحة تشتغل مروحة توزيع مروحة تشتغل ومطور شواية واضاءة. طيب الاسود ده كودو كام? الاسود ده اللي هو مش تاتش. كودو سبعة وتمانين. كودو سبعة وتمانين. او زيرو زيرو. تمانية سبعة. طيب سيارو اعمل كام بعد الاسعار الجديدة? ستاشر الف مية خمسة وخمسين جنيه. يعني فلق على الخمسة وخمسين جنيه. تقول ما تقول ستاشر الف مية وخمسين. عبا جلبك سياره الرسمي. سيار اللي ستاة بتاعته. ستاشر الف مية خمسة وخمسين. كل اللي بتكلم في ده بتجازات فرش الفئة العالية اللي هي ستين في تسعين. ستين في تسعين. اللي هي امان كامل واشعات زيتها. عشان هنخش كمان شوية. على بتجهزات فريش اللي هي نص امان. واشعل اللي فوق بس. خليك معيه. طيب. اللي زيبه الضبط هو بس لون او وش استلس. الوش بتاعه استلس. او ده الكود بتاعه خمسة وتسعين. خمسة وتسعين. سعره عامل كام ستاشر الف سبعمية وتسعين. ستاشر الف سبعمية وتسعين. ايه ده? ده هتلقى بستاشر الف مية خمسة وخمسين. يعني الوش اللي استلس ده اغلى من الاسود. اه. الشركة مصارها كده. الشركة منزلها سعر الليستة بتاعه كده. طيب. خلاص كده عشان ما اطولش في وقت الفيديو. انا 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 بحاول اجيب لكم الاسئلة اللي انتم هتجي هتجي في دماغكم. واجاوب عليها في نفس توقيت وانا بعمل الفيديو. تمام? الكود يعني فيه فرق بين كود البتجاز والاسم التجاري بتاعي. يعني ده اسمه اسمه التجاري. لكن كله بتجاز من دوله كود. متكود في الشركة بكود معين. زي ما قلته لكم. يعني ده رقمه في الشركة خمسة وتسعين. اللي جنبه اللي هو وش اسود كان سبعة وتمانين. اللي اتنين اللي قدام دول لهم اكواد مختلفة عن بعض. مع انهم اللي يعني الاسم واحد التجاري فرش بروفشتر. طيب. فرش مدينة. شركة فرش بتنزل بوتجازات اسمها فرش مدينة. بيكون فيها مروحة تبريد. الوحيد اللي بوتجازات فرش اللي بيكون في مروحة تبريد. اللي هو فرش مدينة. في فرش مدينة بقى بينزل بمروحتين توزيع. وفي فرش مدينة بينزل بمروحة توزيع. هقولوكو سعر دي وسعر دي. طب اللي معروض ده ده فرش مدينة مروحتين توزيع زائد مروحة تبريد. الكود بتاعه كم? الكود بتاعه حداشر سبعة اربعة خمسة. حداشر سبعة اربعة خمسة. الاسم التجاري بتاعه فريش مدينة. ده بيبقى اشعال زيته امان كامل حعمل حديد الزهر الكواج بتاع تنحاس الغطا بتاعي زاز ميريا برضو. بس مش اشيك من اه اه اشعال المطور بشتغل اه شواب بشتغل المطور اضاءة مروحة توزيع طايمر. طيب الكود بتعزم اقتلكو حداشر سبعة او مية وسبعتاشر خمسة وربعين. سعروا كامل النهاردة بعد الزيادة تسعتاشر الف امتين واحد وستين. تسعتاشر الف امتين واحد وستين. طب زي البتجاز ده بالزبط بس هيبقى في مروحة توزيع واحدة. مش مروحتين. هيبسار عامل كام? هيبسار عامل سبعتاشر الف تسعمية وتلاتين. عشان في مروحة واحدة بس مش مروحتين توزيع. طب بيبقى الكوده كام اللي هو فريش مدينة ابو مروحة واحدة. بيبقى الكود بتاعه مية وسبعتاشر اربعة واربعين. يبقى ابو مروحة واحدة في الفريش مدينة مية وسبعتاشر اربعة واربعين. واللي معروض ده اللي هو ابو مروحتين مية وسبعتاشر خمسة واربعين. اربعة واربعين خمسة واربعين. ماشي? اللي هو الدهب. تمام? حاول زهر اشعال زيت امان كامل برضو. اه الاشعال يا جماعة لازم يدوص على المفتاح ودوص على الزرار اللي في الجنب ده. فهو هيبقى سعره كام ستاشر الف تلتمين وستين هيبقى ارخصهم في الهمر يعني. دخلنا كده في فئة الهمر. خلصنا البروفيشنال الاربع بتجهزات بروفيشنال فرش بروفيشنال واحد فرش مدينة هنخش بقى اخر اربعة بتجهزات دول فرش همر. كل واحد ليه كود وليه مواصفات عن التانية. ده فرش همر جولد. اللي هو الدهب اهو. همر جولد. همر جولد. اشعال زيتي امان كامل حاوم الحديد زهر. آآ بس الاشعال مش في المفتاح لازم افتح الغاز بعد كده دوس على الزرار اللي هو في الجنب تاعة الاشعال ده. اهو. شايفينه? في مروحة توزيع مفهوش مروحة تبليد. اللي فيه بس مروحة تبليد فيه بتجهزات فرش اللي هو الفرش مدينة. بس. تمام? السيخ بيشتغل بالمطور. طيب سعره عامل كام? ستاشر الف تلتمية وستين. ارخصهم في الهمر. ارخص واحد في الهمر. هو بس واخد لون لون آآ جولد او دهب. طب فرش بقى الهمر بقى عندي تلات موديلات. بصوا لو رجعتي خطوة اللي ورا هارجع عليكم كده الخطوة اللي ورا? شايفين اها? واحد اتنين تلاتة. الهمر. تمام? الاتنين دول تحس لهم ما شابع بعض بالزبط. وكل حاجة. ولو روحت الواحد مش فاهم بيبيعه هيقول لك الاتنين آآ ما يعرفش طالع الفرق بينهم غير لما يفحص البوتكاز حتة حد. الفرق اللي بينهم في واحد باب هيدروليك وفي واحد من غير باب هيدروليك. يعني ايه باب هيدروليك? يعني بصوا. او سوف تي كلوز. الباب بص بص هييف اللي واحده. ببطء اهو شايفينو? ده هيدروليك. ده? لأ مش هييف اللي واحده. بص هيعمل صوت. سمعت? طيب يبقى ده الفرق ايه بينهم? طب ده كوده كام اللي هو مش باب هيدروليك وسعره? اللي مش باب هيدروليك اللي هو على المحلمين ده. الكود بتاعه اسمه هامر باب مش هيدروليك الكود بتاعه ستاشر تسعمية خمسة واربعين. او ستاشر تسعة اربعة خمسة. بملق ارقام من الشمال عشان ما حدش اطلقت. سعره عامل كام? ستاشر الف ربعمية وسبعين بعد الزيادة. ستاشر الف ربعمية وسبعين. اشعل ذاته امان كامل وحاول حديد ظهر. وشواية بالمطور ومروحة توزيع. وما فوش مروحة تبريد. وفرش بقى تنزل مفتاح واحد بس. لقى ما شغل الفرن ايه ما شغل الشواية. اللي هو المفتاح اللي علمين ده. تمام? والازاز بتاع ازاز مراي. قلتلكوا سعره كام? طيب اللي جنبه بقى سعره كام اللي هو الهيدروليك ده مش شططش. سعره سبعتاشر الف ربعمية وتسعة. سبعتاشر الف ربعمية وتسعة. فرق الف جنيه بين الهيدروليك واللي مش هيدروليك. طب كود كام اللي هو الهمر اللي في الوش ده اللي هييدروليك يا بابا هييدروليك او سفت كلوز. ستاشر الف تسعمية تسعة واربعين. او واحد ستة تسعة اربعة تسعة. يعني ده تسعمية خمسة واربعين وده تسعمية تسعة واربعين. طب همر اللي هييدروليك بقى بس الاسود. يعني زي اللي جنبه ده كده بالزبط الاتنين دول توقم. بس ده لون بقى ايه? تفال اسود. تفال اسود مفتاح واحد هو الجديد عامل كام اللي هو الغمر الاسود تفال اسود اللي هو هو بيعمل لو في حاجة بعدا جات فيه مع علاء اشوكا بيتعلم بتخدش وتعلم سيره عامل كامل اللي هو ده الكود بتاعها الاول كوده ستاشر تسعة تلاتة تلاتة او ستاشر تسعمية تلاتة تلاتة تلاتين سيره النهاردة عامل ستاشر الف مية وخمستاشر ستاشر الف مية وخمستاشر يعني ارخص من اللي هو اصلا بابو مش هيدروليك لان ده اصلا مش مطلوب اول ناس بقتنصحها دلوقتي تقول لك التيفال ده هيقشر معي لو جايت في حاجة معدنية ولا حاجة هيقشره بشكل وحش تمام ان كانتوا برضو اشعال زيتي وامان كامل وحوامل حديد ظهر والازاز بتاع ازاز مراية ومفتاح وحيد مفتاح للفرن والشوايا وسيخ بيشتغل بالمطور ومراوحة توزيح حراجه هو الفرن زي اللي قبل لي بالزبط بس تيفال اسوة طيب نخش بقى في فئة فرش اللي هي الفئة الاقل اللي هي فيها امان فقط في الفرن مفوش امان لخمس شعالات اللي فوق ولا شعالات الفرن ولا شعالات الشوايا في بس تيرموس تات كده في الفرن بيقص درجة حرارات الفرن عشان الموضوع الحراء رح قفل للغاز اوتوماتيك عندي كم موديل عندي الايطاليان وبحوامل حديد ظهر اللي هو بدون مروحة عشان فيه منه هورولكو كمان شوية معوجود في اخر المعرض هناك زيه بالضبط طمانين سنتي كل الكلامنا عنه ده ستين في تسعين ها كل الكلامنا عنه ده ستين في تسعين ده اسمه اوتاليانو حامل حديد ظهر بدون مروحة الكود بتاعه كام الكود بتاعه زيرو زيرو تمانية تلاتة خمسة زيرو زيرو تمانية تلاتة خمسة سيرو عامل كام عشر تلاف خمسة وستين اهو عشر تلاف خمسة وستين ده ستين او خمسة وخمسين في تمانين مقاسه خمسة وخمسين في تمانين ماشي. ركز ده حامل حديد زهر بدون مروحة. لو مشينا كده بسرعة 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 هنلاقي واحد هناك هو. شابهه بالزبط. هو هو. فريش. ايطاليانو. حامل حديد عادي من الزهر. بس فيه مروحة توزيال حرارة. سعره كم? تسعة 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 ربعمية. تسعة ربعمية. ايش حالزتي بس للشوالات اللي فوق? وما فوش امان غير في الفرن. زي الايطاليانو اللي احنا نسا من عنده لبقى حوامل حديد زهر. طب نرجع بقى بسرعة عشان نكمل بقية اسعار بوتجازات الفئة القليلة اللي بيكون فيها امان في الفرن بس. فريش هاي كاست. فريش هاي كاست حوامل حديد زهر. اشعال زيت الشوالات اللي فوق الخمسة اللي فوق. والبوتجاز في امان آآ عشان موضوع الحراية. ده بيبقى البوتجازات دي يا جماعة فئة متواصلة من فريش. شغالة وزي الفل. فيه منه دشتل وفيه منه غير دشتل. اللي دشتل باتناشر الف ستومئة وخمسين. اللي من غير دشتل باتناشر الف سبعين. تمام? تمام? وصلت طيب. بوتجاز فريش جامبو. فريش جامبو اللي هو كواش نحاس اللي هو موسير مش غرف. اللي هو موسير مش غرف. نفس انكاتل اللي فات ده بالزبطة بصد هتحس اللي هو شابه حدث لمفتيح كل حاجة. بس انا اشهال لك بقى ايه الحامل خلى حامل حديد عادي. وخلى الكوشة نحاس. تمام? سعره عاملت كم? عشر تلاف ونص. عشر تلاف ونص. طب. في زي يوم برضو. بس حامل حديد عادي زي اللي قبليه زي الجامبو. والكوش غرف. ومش نحاس. مش موجود. مش عادي سعر. وصلت. ده بوتجاز بقى بعيدة عن الموضوع. ده بوتجاز خمسة شوالة. كلاسيك بتمنتلاف ونص. ارخص بوتجاز خمسة شوالة عندنا في المعرض. اه من يونيفرسل. بزمن تلاف ونص. ده كل حاجة عن اسعار اه بتجازات اللي فيه ناس بتطلبها كتير. وناس فكرة ان هي لسه متربعة القمة. لأ. انا ما يوجد نظري لأ. كانت الاول بتطلب كتير كان سعرها حلو. لكن دي وقت بعد غالها الاسعار ده فيها حاجات ارخص للسعر وامكانية اعلى. وتضرب بالجازمة. عشان تعرف الحاجات دي لازم تتابعني وتدوس على اشتراك ولايك للفيديو. وتفعل زر التنبيهات عشان يجي لك اي فيديو ينزل اول بعد. نشوفكم على خير ان شاء الله.